بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي النهاردة عن شرح برنامج سناجات نعيم برنامج سناجات نعيم لاخذ صور في الشاشة يعني لو احنا عايزين نصور ايكونة عايزين نصور سطح المكتب البرنامج ده بيساعدنا ان احنا ناخد صور لاي حاجة عادينا في الكمبيوتر عايزين ناخد لها صورة سواء كانت مشكلة وعايز حد يحلها لك وانت عايز تصورها وترسلها له على الايميل ان شاء الله هقول ازاي نصور الشاشة بالبرنامج ده اولا انا هتحملوا البرنامج بموقع الرسمي اللي هو www.sanaget.com اا وتحملوا البرنامج عادي بعد ما هتحملوه هتسبدوه اا وبعدين افتحناه بالشكل ده دي واجهة البرنامج هنا عندنا الرجيون لو ضغطنا على الرجيون ودوسنا كليك يمين ونعلم على الاخيرة شو ترابورس هنا الرجيون اللي احنا عايزين نصور جزء معين في الشاشة نحدد جزء اللي نصوره هدوس على الرجيون واختار كلمة كافشر واحدد الجزء اللي انا عايز اصوره مثلا الروك دوك هيتطلع لنا الجزء اللي انا صورته على سطح المكتب ده برنامج تاني اللي هو السنة جيت اديتور برنامج السنة جيت اديتور اللي احنا نحمل اضافات على الصورة اللي احنا عملناها مثلا لو عايزين نحمل اسهم لو عايزين نكتب اي حاجة على الصورة هي اوامر سهلة جدا هتفهموها انتو فيبهنا في الاخر لو عايزين نحفل الصورة اللي هتصورناها هندوس على العيكونة دي سايف وهندوس على ديس كتب وهنسمي اي الصورة باي اسم ونختار صيغة الجي بجي وبعدين هنا هنحفز الصورة وهنلاقيها موجودة على الديس كتب تاني حاجة هنا عندنا الويندو الويندو اللي هو احنا نصور موسقى معين او نافذة معينة من الشاشة يعني نافذة ستارت او شريط المهام او اي او مثلا الروت دوك اي نافذة هنعلم على الويندوز هو اردو نعلم على شوة الابرس نعلم على الشكل ده ونضغط على كابشر ونختار الجزء اللي احنا عايزين نصوره كده لو احنا علمنا هنا في وسط الشاشة هنصورنا الشاشة كلها ولو مسلا عايزين نصور عنصر بالشكل ده اي عنصر هنصور هنا هو الوحده لو عايزين نصور شريط المهام او نصور الساعة مسلا هنرجعها بالشكل ده هنلاقيه هنا صورنا الساعة بتاعتنا اللي احنا صورناها هنلاقيه جابهننا كده لكن ممكن تعمل عليها ادفات او اي حاجة من عندك وبعدين هدينا فول سكرين اللي احنا عادتين نصور شاشة كاملة بالضغط على فول سكرين بنضغط على كابشر هيصور دينا الشاشة كاملة بسطح المكتب كامل بالشكل ده وهنا عندنا وينو باج كذلك نفس الامر بتصور وينو نوافذ هنا عندنا المينو وستايم اللي هو القائمة الوقت الدي لي لكن انا مش محتاجينها دلوقتي ولا عندنا تيكت اللي هنصور يعني اي حاجة انا في الشاشة تيكت كتابة مثلا زي كلمة ريكوردينج او سنجت اجدين نصورها ولا عندنا ريكوردش كريم فيديو او اجدين نصور الشاشة فيديو وبالتالي هي الاوامر دي كلها موجودة هنا هتغط على السعب ده هنا عمديني الاماش كابشور عايزين نصور صورة وينو تيكت كابشور نصور كلام وينو عمديني الفيديو كابشور ان احنا نصور فيديو وينو اجدين كابشور اللي احنا نصور موقع وين لكن مثلا لو انا عايز اصور الشاشة فيديو واعمل فول سكرين مثلا او ريجون اخليها فول سكرين وبعدين هنا اعزل هنا واختار كلمة فيديو كابشور وادغط على اس وادغط هنا وبعدين هيفتح لنا الفيزة بالشكل ده هنضغ على ستارت هنلاقيه بدأ يصور لنا الشاشة مثلا هعمل اي امر كمبيوتر هنرجع البرنامج ورا تانية وندوس على ستار ونشغلها هللي يصور لنا في شاشة فيديو زي ما احنا بعملنا مثلا هعمل اي امر كمبيوتر بالشكل ده اللي يصور لنا الشاشة هنرجع البرنامج موقع وينو لو عايزين نصورها ريجون وبردو هنختار الفيديو كابشور لو عايزين نصور موزق معين في الشاشة نصور في فيديو وانده هتعليم شركة ده ونختار هنا الفيديو كابشور نضغة اس وبعدين نضغة ثمه ونعلم المكان اللي احنا عايزين نصوره مثلا الجزء ده وبعدين تيجي تضغة ثمه على ستارت هنا عندك الجزء اللي هو بتصور دلوقتي ده الجزء ده اللي انا بتصوره اه نضغة ثمه نضغة على ستارت هلأ إيه فتحيني الجزء اللي احنا صورناه بالشكل ده هنشغله بالضغطين على بلاج هنا عندك الجزء اللي هيا بتصور دلوقتي الجزء اللي هيا بتصوروه نينجي ننجح على البرنامج والشكل ده عندنا مسلا ما عايزين نصور الويندو زي ما انا ما قلت ممكن نختار ويندو هنا ونختار الفيديو كابشر ونصور جزء من الشاشة او ويندو من الشاشة وبعدين تعدل عليها برنامج السنجيت اديتور اللي هو الخاص ببرنامج السنجيت مثلا عايز اصور الشاشة كاملة اقول مثلا فول سكريم واضغط هنا على كابشر لو عايز اصور صورة دلوقتي انا هشرح برنامج السنجيت اديتور اللي هو برنامج التعديل على الصورة بعد التقاطها مثلا انا عايز اكتب كلام على صورة اعلم كده بشكل ده اعلم كده واكتب مثلا هلو واعزين معد عليها نقبل الخط مثلا ونضغط الكيمين ونختار اي خط ما عايزين او اي حال اناعلم عليها ونضغط الكيمين ونضغط الكيمين ونختار مثلا 70 هاي تبدينا الكلمة وهي تبدينا الخط اللي احنا عايزينه عايز مسلا نعمل تحتها خط عايز اعمل خط بائل او خط ضغم ممكن لغاية الاشكال الخط باللوان وانا عايزين الاسهم لو عايزين نحط سهب في الشاشة يوضح احنا نعمل ايه مسلا لو اه مسلا نعمل سهب بالشكل ده على بردام والصفحة بزيار فان فوكس لو انا عايز اشير اليه لو انا مسلا نعمل شرح اه سور وعايز اعمل سهب ان انا اشير اليه على اساس الناس يعني او الاخوة يفهموا الشرح اللي احنا الشرح اه يعني احنا هلوضح هلوضح لهم ايه انا مسلا علمت على فان فوكس كامل تضيح واختب مسلا الكلام هدا واختب اي اسم مثلا هذا هلا ايه هدا تبدينا الكلمة هذا ومعلم على الوزينة فان فوكس عندك اعدالات كثيرة احنا ممكن نعمل ايكونة بالشكل ده نختار اي 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 اقونة ونfelجح من تيجر نختار اي 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 مش لاحبة اكتب جواة الاي كلاب مثلا كيم بلاير مثلا كيم بلاير وعندين هنا الانسرت احنا لو عايزين نحط شكل زي السهب مثلا كأنه سهب كومبي وظهر الشكل ده مثلا عايزين بالعلامة صحة كده عايزين لها بمثلا شكل مفتاح يعني اي شرط احنا عايزين لها اشكالها كتيره زي الدواير الدواير مثلا ممكن توضح به على بردان معين كده مثلا وانا عندي لها الخطوط عايزين لها حط خط تحت اي بردان معين نروح لخطوط ونختار الخط اللي احنا عايزينه نعمل كده مثلا او لعمل مثلا مربع نصمم مربع والشكل ده كده تكون عدلمي على الصورة عايزين نحفل الصورة بالصيغة المناسبة على انها يكون حجمها صغير وتكون واضحة وجويلة هندوس هنا على ونختار 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 صيغة جي بي جي هنا مهم جدا لازم نختار صيغة جي بي جي عشان هي دي الصيغة الوحيدة اللي موجودة في البرنامج اللي تدعم الصورة سابتة يعني مثلا ممكن نختار جيف هجدي بيلا صورة متحركة وهي اصلا بصورة مش متحركة فهنا اهم حالة في الحفز لازم تختار صيغة جي بي جي ونسميه مثلا نسميه علو ولده اللي نحفظه هنا بالشكل ده ولغت على ساف ونخرج هنا مثلا رجل تقديته هنرجع هنلاقي الصورة اللي احنا عدلنا عليها وصورناها ووجودة على سطح المكتب بشكل ده وعليها التعديلات اللي احنا عملناها يا رب يكون حافاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا